خلينا نعرف منك مبدئياً الشوكولاتة أو الشوكولاتة هل هي أصلاً مفيدة ولا مضرة؟ طبعاً مفيدة الشوكولاتة لها مميزات عظيمة جداً بس خلينا نوضح للناس أي نوع من عنوات الشوكولاتة؟ ما هو لسه بقى هنقول له لفظ الشوكولاتة بس بيجي في الناس دماغها حاجة معينة لأحنا ما بنذكر الشوكولاتة فإحنا بنتكلم على الكاكاو أياً كان تركيزه بقى يعني لو بنتكلم بقى لأما بنيجي الناس بتسمحها دايماً يقولك الشوكولاتة الداركة أو الشوكولاتة الداكنة هو ده المسمى للفظ الكاكاو بدرجاته بقى من أول 100% وإنت نازل لغاية 50% و45% لكن الشوكولاتة اللي هي غير مصنفة كتركيزاً للأسف دي بتبقى عليها سكر وعليها مواد تانية ودي اللي هي بقى بتجني ثمار بقى زيادة الوزن وبتاخد الأضرار أكتر من فكرة الفوائد لأن الناسبة الكاكاو بتبقى أصلاً قليلة فلما نذكر كلمة شوكولاتة فإحنا بنتكلم على الكاكاو الخام تمام؟ هي دي القيمة الغذائية اللي موجودة طب الكاكاو ده بيقدم لي إيه؟ وإحنا نقوله دلوقتي معاك من أول 70% فيما فو دي حاجة كويسة جداً الكاكاو ده بيعمل إيه؟ وظيف مخ زي الفل وظيف كبد زي الفل صحة ومناعة زي الفل صحة شرايين زي الفل الكاكاو بيعمل كل ده لما بنبدأ بقى نزودها عن حدها ونزود الموضوع ونبدأ نهتم بالكمية لأنها للأسف مرتبطة بالسعادة شوية مرتبطة أنها بتقلل الاكتئاب بتحسن المزاج لمجرد أنك تسمع سيرة الشوكولاتة بيجي في دماغك الهدايا بيجي في دماغك السعادة اللي بتقدمها الشوكولاتة فأنت ممكن ما يكفك شبار واحد فأنت بتلاقي نفسك اثنين وثلاثة واربعة والحاجة الحلوة بيجيب حاجة حلوة فتلاقي نفسك كالت كمية بدأت تخرج بقى من نطاق القيمة الغذائية والفايدة للمساوئ بقى اللي ممكن تحصل للكاكاو لما بيزيد عن حده ولفكرة زيادة الوزن اللي هي بتعملها الشوكولاتة كل الأسف أنا كنت متوقع أنك تجي في كولاتة معاك وانتجها عشان نحتافل زي الناس ما بتحتافل بس على ما يبدو كده أنك خايف علينا على ما يبدو أنك خايف هو تقريباً طيب السعرات الحرارية يعني إحنا زي ما حضرتك ذكرت كده إن إحنا مش بناخد قطعة واحدة ولا بناخد شوكولاتاية كاملة إحنا ممكن تفتح الدنيا معنا صعرات الحرارية قد إيه خلا نقول إن هي مش اللعبة زي ما قلت لك لفظ الصعر الحراري ده مرتبط بالمكون اللي موجود جوه يعني إنت اللي بجيب الشوكولاتاية العادية إحنا بناخدها دي سيبك من الدرك دي لأن إحنا ما بنحبهاش طيب هما فيه السكر فما بنحلهاش ما دي مضرر خلاص بقى إحنا بنتكلم في ضرر لك أنا شازل أنت عايز تروح حتة أنا معاك والله لا خلاص أنا معاك إن فيها ضرر والله بس يعني الحد المسموح بي قدي إيه مسأل خلينا نقول من مكعب لمكعبين من الشوكولاتا العادية ومش عايز ده يتاخد على مش عايز ده يتاخد على لساني كدكتور تغزية أن ييجي يقولك دكتور تغزية قالك أن أنت تاكل الشوكولاتا دي للأسف قيمة غذائية هي الفكرة كلها لعبة إيه؟ لعبة طعم أنت متعود أنك تاكل الطعم ده بالصورة دي فيه ناس بتاكل الشوكولاتا في صورتها 80-90% لما بتيجي تسألهم يقولك أنا كنت زمان بأكل الشوكولاتا في الصورة العادية والموضوع بدأ يجي 50-60-70-75 لغاية لما وصل ليه؟ هو الموضوع موضوع تعود أنت لما بتتعود لكن أنت للأسف دايت نظام غذائي عايزة خس فتلاقي نفسك بتاكل شوكولاتا ده كده الدكتور قال في أجري يجيبت 99% طعمها بشع أصلا مش هتقدر تاكلها فأنت بيبدأ خلاص الله وعي بتاعك يستوعبني بيكرراني في شكولاتا حاجة بالضبط خلاص أنا مش مستمتع أنا جاي عاكن على نفسي لأ راح أجيب بقى الشوكولاتا ما أنت برضه ما تروحش للـ 90% على طول يعني هي دي الفكرة اللي أنا عايزة أوصلها هي فكرة الشوكولاتا الدرك بتتدرج واحدة واحدة لكن تقول لي عشان تقول لي سعرات حرارية فأنت بتتكلم الجرام فيها 4 سعر حراري من السكر بس ما بقى لك بقى شوية اللبن وشوية الإضافات اللي موجودة غير الكاكاو غير 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 ومصائب كتير أو هتلاقي نفسك برض الشوكولاتا في الآخر بيعمل لك رقم وقدر وتقريبا ياخد لك وجبتين في خلال اليوم لو جينا حسبنا اللعبة لعبة سعرات حرارية لكن لو جينا تكلمنا على معدل جليسيمي للأكل هي حاجة بترفع الإنسولين ترفع سكر الدم سيادتك ممكن تبع عرضة لو مريض سكر هيب عندك مشاكل مقاومة إنسولين تزيد هتدخل العوامات هتكبر الدنيا أكيد مش أنا أكيد أنت مش أصدق علي هو غالبا الشاز لي فاكل Theo isegel لا هو بتكلم بشكل عام لهو بشكل عام على العوامات بشكل عام بس هو بالنسبة للتسايم في ال اقلال لماذا چاة لي فاهم من التسايم في الماء دي نسبة الخسان مش نسبة كاكاوف بروق روح للتسايم في الماء على طول بنسبة الكاكاو الموجودة داخل الشوكولاتا